موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اخواني ومشاهديهم تعبيني قناة بسبتكنو اخيرا بعد سنين شركة جوجل قم بتحديد متجر جوجل بلاي الخاص من شاشات نظام ادرويد إلى شكل جديد وأصدار جديد وميزات جديدة دعيكم معنا بالفيديو حتى نتكلم عن هذا الموضوع ممكنكم ايضا مشاهدة المزيد من الفيديوهات المفيدة عن كثير من المواضيع وخاصة عن الشاشات وعن كثير من التفاصيل والشروحات أيضا عن طريق زيارتكم لقناة أبو يوسف تيكنو بإمكانكم فقط الضغط على علامة القناة أو شعار القناة واختيار قسم فيديوهات وإمكانكم رأيها عشرات الفيديوهات أيضا فيها شروحات العديد من المواضيع عن مفيدة وشروحات مختصة في تفاصيل الشاشات وأجلسة الكونسول والألعاب كذلك إذن بعد سنين من نظام أندرويد تيفي كان متجر جوجل بلاي الخاص بالشاشات صراحة جدا شكله ممل ورتيب وغير عملي لكن صدر تحديث جديد لمتجر جوجل للشاشات نظام أندرويد سنتحدث عنه في هذا فيديو وما هي ميزاته والأهم من ذلك كيفية الوصول للتطبيقات وهل هناك شيء جديد؟ ببداية أول ما نلاحظ أنه الشاشة جدا عملية جدا سهلة وجدا واضحة حتى أنه يعطيك في الخلفية صورة ملخصة مثل ما نستطيع القول عن التطبيق والأهم من ذلك أنه قام بتقسيم المتجر الجديد إلى قوائم مثلا لدينا هنا الترفيه المحتوى المقترح لك لاب سبورتن هايلايت فان فور ذا فاملي والأهم من ذلك هناك خيار يسمى Free TV and Movies يعني تلفاز مجاني وأفلام مجانية وهذا الشيء يسهل كثير على الراغبين من شاهدة المساسرات أو الأفلام أو البث المباشر للقنوات التلفزيونية بشكل يعني في تطبيقات المجانية هاي نقطة جدا بسيطة عندنا هناك بعض الأمور المشابه لمتجر جوجل موجودة في الهواتف فمثلا بشاهدون التقسيم جدا بسيط وعملي نفس الوقت قاموا بعزل الألعاب عن التطبيقات نقامت ألعاب بشكل منفصل الألعاب الألعاب الأندرويد وأيضا التطبيقات بشكل منفصل وهذا يسهل كثير من البحث وعدم دمج الألعاب مع التطبيقات ومن أهم النقاط الموجودة في التحديث الجديد لمتجر جوجل هي أنه تم تقسيم فعال التطبيقات إلى جداول منفصلة وبشكل واضح وموجودة في نهاية المتجر طبعا هذه ما كانت موجودة سابقا يعني كان مجرد أنه كل التطبيقات في الأصدار السابق من المتجر بينما هناك الترفية وموسيقى وغاني والفيديو والأدوات والمضحيات وبالتالي إذا كان أي أحد يبحث عن تطبيق محدد بإمكاني أن يجده بسهولة مثلا إذا كنا نريد التطبيقات المختصة مثلا في إدارة الشاشة وتنظيمها ندخل إلى الأدوات وحطينا كثير من التطبيقات الموجودة مختصة بهذا الموضوع ويجب الملاحظة أيضا أنه قد يسأل بعض أنه لماذا ليست كل تطبيقات الموجودة على متجر جوجل للهواطف أو الموبايل أو الجوال موجودة في متجر شاشة السبب بسيط النظام الاندرويد الموجود للشاشات مختلف عن النظام الاندرويد الموجود في الهواتف وبالتالي ليست كل التطبيقات موجودة في المتجر وليس كلها تعمل على شاشات نظام اندرويد سواء نظام الاندرويد الرسمي الموجود من جوجل أو شاشات سوني و TCR وموديلات أخرى أو نظام الاندرويد الغير رسم. الغير مدعوم أو open source ومفتوح المصدر الموجود في شاشات مثل شاشات الجنرال و ايرس وغيرها من هذه الموديلات مثل ما هناك تطبيقات خاصة مثل أجلسة التابلت هناك أيضا تطبيقات خاصة مثل أجلسة سامسونج فقط هناك تطبيقات خاصة الأجلسة الهواوي أيضا هناك تطبيقات خاصة للشاشات نعم ممكن أنه تقوم بإرسال أو تثبيت أي تطبيقات للشاشة لكن ربما تحتاج أشياء أخرى حتى تعمل مثلا ربما تحتاج موس خارجي ربما تعمل بشكل غير صحيح مثلا اتجاه الشاشة معكوس أو تظهر هناك مشاكل في الصوت أو الترجمة هذا الشيء طبيعي لأنه تطبيقات كل تطبيق مصمم مثلا للهواتف أو مصمم مثلا للتابلت قد لا يعمل بشكل سلس أو حتى يمكن لا يعمل أساسا على الشاشات نظام أن دولت فكل تطبيق يختلف حسب الشاشة وحتى حسب المواصفات في كل شاشة ربما مثلا يعمل في موديل محدد ولا يعمل في موديل آخر مثل ما حدث في تحديث اليوتيوب الأخير لكثير من الشاشات فشاشات نعم حدثت ولا تجدت مشكلة شاشة أخرى يحتاج تثبيت إصدار آخر وبعض الشاشات أصلا لم يعد بالإمكان تثبيت اليوتيوب عليها بعضا أيضا يختلف حسب الشاشات حسب الموديل حسب المواصفات حتى نكمل موضوعنا بخصوص المتجر طبعا في ميزة أيضا كانت موجودة سابقا ميزة جدا جميلة هي مسألة تطبيقاتي بإمكانك من هنا أيضا تقوم بتحديث التطبيقات بكل سهولة وأيضا إظهار لك التطبيقات السابقة التي قمت بتثبيتها أيضا بإمكاننا البحث عن طريق خيار المكبرة ومن الإعدادات أيضا نلاحظ أيضا في التحديث الجديد أنه اختلاف واجهة المعلومات للتطبيق فمثلا نختار التطبيق هذا الريدبول نلاحظ أنه المعلومات أصبحت أكثر وضوحة وحتى الكتابة العربية من ناحية المصرحات المستخدمة أصبحت أكثر دقة وأيضا أصبحت لقطات الشاشة في البداية قبل كانت لقطات الشاشة يكون في الأسفل ويجب أنه بنزول إليها لمشاهدتها الآن أصبحت أن تظهر في البداية وأيضا يعطي خيار التطبيقات المشابهة وهذا منكم التوفر أيضا في التحديث السابق صراحة التحديث الجديد يعني أعطى جمالية وجدا عملي لأنه الأصدار السابق من المتجر كان صراحة يعني كان في وادي والنظام في وادي آخر العكس الاهتمام الموجود في تطبيق جوجل بلاي موجود للهواتف غالبا هذا التحديث هو يتحدث بشكل تلقائي يعني لا يحتاج أنه يكون هناك تحديث يدوي لمتجر جوجل غالبا هي الشاشة تقوم بتحديث المتجر بشكل تلقائي في خلفية النظام وأعيد وأؤكد أنه وأوضح أنه هذا المتجر فقط للشاشات نظام أندرويد الرسمي من جوجل موجود في شاشات سوني وتي سي آل وسكاي وورف وموديلات أخرى نظامها رسمي من جوجل سواء كان نظام أندرويد السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع باختلاف الموديلات فقط فيها النظمة الرسمية أنا أشكركم حسن أن نستمع حسن المتابعة وإذا أعطكم أي سؤال ونستفصرات أو أي مشكلة بإمكانكم تواصل معنا في التعليقات أو عبر صفحات القناة على فيسبوك أو على الإستجرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو أشكركم حسن الاستماع مرة أخرى أخوكم أبو يوسف